بصراحة المجتمع المدني بيحاول أن يقدم العون للكاتبات الأدبات من خلال احتضام بعد المواهب وإن كانت هذه المساهمات لا تليق بالفعل الثقافي للمرأة والأدبي وخاصة في قطاع غزي قطاع غزي المنهك من الحصار والمنهك من الفقر والبطالة نحاول وتحاول المؤسسة المراكز الثقافية وعلى رأسها كانعنيات أو من ضمنها كانعنيات تحاول أن تعلي صوت المرأة في كل مكان وتعلي صوت كتابتها عاليا كثير من العرقيلة التي تواجه الكاتبات بصراحة وخاصة في قطاع غزي أولها عدم وجود التمويل الدائم المناسب لإنماء هذه المواهب إذا كان طباعة كتب أو كان إقامة معارض فنية أو الكثير من الأشياء وأيضا ما زال هناك عند العائلات تخوف من كتابة المرأة وخاصة أن الكتابة عندما تكون عاطفية هناك رفض أحيانا من العائلة من هذه الكتابات أقصد أن الكاتبات تعاني من عدم إعطاءها الفرصة كما يليق به طبعا إنما تكتب الكاتبات الفلسطينيات وتنتجهم من إصدارات ويعبر عن الحالة الفلسطينية إذا كانت من الشوق إلى الحرية رغبة في أن يكون لهنا الوطن رفض للفاقر رفض للحصار رفض للانقسام تحاول المرأة أيضا أن تغذي كتاباتها بكل ما له علاقة بنبذ العنف القائم والممارسة عليها إذا كانت على خلفية شرف أو على خلفية الثائر أو على خلفية الميراث أو خلفيات كثيرة بصراحة تحاول المرأة دائما أن ترصد واقعها المعاش بطريقة تتناسب مع معاناتها المرأة الفلسطينية لها معاناة غير تقليدية فهي زوجة شهيد وهي والدة جريح وولدة معاق وهي تقوم أيضا بإعالة الأسرة في غياب راعي البيت الذي تغيبه الحروب وتغيبه السجون هي ترصد حالات نضال المرأة في كافة مواطنها وهي نضالات كثيرة ولذلك أن كل ما تكتبه المرأة الفلسطينية إجمالا هو ينم عن حالات حقيقية وعن حالات صادقة وعن حالات ذات منطقية تحتاج فقط الفرص اللازمة لإظهار هذا كله إلى النور